بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعطه المسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم عظم شانه وبين برهانه وأبلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم اللهم يا رب حشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام وجزه عنا أفضل ما جازيت به النبي عن أمته يا رب العالمين اللهم يا رب إني أسألك أن تغفرني وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفرني المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم رب الأرواح والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاةً دائمةً تدوم بدوام ملك الله اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون من فجرة والأنهار من همرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجذية والأشجار مثمرة اللهم صل على محمد عدد علمك وصل على محمد عدد حلمك وصل على محمد عدد كلماتك وصل على محمد عدد نعمتك وصل على محمد عدد فضلك وصل على محمد عدد جودك وصل على محمد عدد سماواتك وصل على محمد عدد أرضك وصل على محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة وصل على محمد عدد القاطر والمطر وصل على محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على محمد عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك وصل على محمد عدد الجبال والرمال والحصام وصل على محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم وصل على محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تنطر من المياه وصل على محمد عدد زياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها وصل على محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على محمد عدد النبات والحصى وصل على محمد عدد النمل وصل على محمد عدد المياه العذبة وصل على محمد عدد المياه الملحة وصل على محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وصل على محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على محمد على قدر ما يحبك ما يرضاك وصل على محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه المسينة والفضينة والشفاعة والدرجة الرافعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلث الميعاد اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أنتهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت اللهم يا من وهب لآدم شيتا ولإبراهيم إسماعيل وإسحاق ورد يوسف على يعقوب ويا من كشف البناء عن أيوب ويا من رد موسى إلى أمه ويا زائد الخضر في علمه ويا من وهب لداود سليمان ولزكريا يحيى ولمريم عيسى ويا حافظ ابنة شعيد أسألك أن تصلي على محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لمحمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفرني ذنوبي وتسترني عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصل الله على محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاقة ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلتني به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرصات القيامة وجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤنة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب وجعله مطبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولجميع المسلمين ومن الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الإسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة إسرافين وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بالأسماء التي دعاك بها آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها محمد صلى الله عليه السلام والله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيتني بجمع هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباء أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه وشفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفرني ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزلني وأن تبلغني من زيارة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي فأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال عذية والعيون من فجرة والبحار مسخرة والأنهار من همرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات وقرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة شكرا 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 اشتركوا في القناة